الشيخ صادق بن أمين أبو راس بنئاسة وبيادة المؤتمر الشعبي العام في صورة نواضحة لانتهاك القوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية حين أقدمت الميليشيات الحوثية على محاولات لاستنساق حزب مؤتمر موالد لهم وإجبار أعضاء الحزب على حضور جلسة تنصيب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس حيث رفض فروع حزب المؤتمر الشعبي لبيان اجتماع بعض أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الذي عقد أمس في صنغاء وتكليف صادق أمين أبو راس لقيادة حزب المؤتمر خلفا للرئيس السابق صالح والذي صدر تحت الضغط والإكراها الذي تمارسه الميليشيات بحق أعضاء الحزب الحوثيون بعد أعدامهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح أخطأوا شعروا أنهم أخطأوا وبحثوا عن شرعية سياسية لأنهم فقدوا الشرعية السياسية التي كان يمثلها حزب المؤتمر الشعبي العام فبدأوا بعملية السنساخ لهذا الحزب وتنصيب أحد الموالين له لكن رئاسة الحزب هي تقول بعد علي عبدالله صالح للرئيس الشرعي الرئيس اليمن الحالي عبدالربو مصور هدي أعتقد أن الحوثيون بهذه الخطوة يؤكدون سعيهم الطائفي لإقصاء كل المذهب الأخرى ذلك الانتهاك السافر والذي يأتي في ظل محاولة بسط نفوذ الميليشيات الحوثية على حزب المؤتمر الشعبي العام جاء ليلقي بظلاله على تصعيد سياسي بعد هزائم كبرى إبان محاولاتها في التصعيد الغسكري في الجبهات إذن هي فض للشركة واستئثار بالسلطة في صنعاء وإن بدأ الأمر عكس ذلك فلا زالت أياد الميليشيات الإجرامية ملطقة بدماء الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأبرياء من حزب المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الذي عقده بالأمس هو مؤتمر هزالي بكل ما تعنيه الكلمة والحثي من خلاله أن يقصدوا للعالم أنهم ما زالوا قادرين على إيقاد شركة حقيقية بينهم وبين المؤتمر خصوصا بعد غدروا بصالح والذي كان قد أعلنها صراحية قبل مقتله إلى فض الشراكة مع الحوثيين والانتفاضة ضدهم والحوثيين هم أكبر الخاسرين خصوصا عن أن خسروا المؤتمر فالمؤتمر يمثل بالنسبة لهم مظلة سياسية لطابع من الميليشيوي ففي محاولة ناساء مبتغاها لأظهار العاصمة صنغاء للعالم أنها تعيش أجواء من التقددية السياسية والشراكة في الحكم ولو صوريا لا يزال العالم يؤمن بأن ما من أحدا يمثل اليمن وحزب المؤتمر الشعبي العام سوى الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس اليمنية وما كان الشعب اليمنى لديهم إذ يمكرون لا تزال الميليشيات الحوثية تمكر بالشعب اليمنى في محاولة بائسة للاستناد إلى حامل سياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام رغم فشله رغم أن من يمثل هذا الحزب هو الرئيس عبد الرب منصر هادي مروى النبيل لبرنامج المشهد اليمني عدن